السلام عليكم شباب معكم علي اتاكو جيمر جاتيكم اليوم بجليتش اكس بي جديد طبعا الجليتشات اللي عب ننزله يا شباب وراء بعض وصاحب الماب كل شوي عب يعمل عليها ابدات فانا اتفشط منه الصراحة بس انتو يا شباب احاولوا انه كنت عملوا الجليتشات اول ما تنزل عشان اول ما عب ننزل الجليتش بعد يمكن سبع ساعات تقريبا بالكثير والناس بتقل لي الجليتش مع تشتغل وما بعرفش فانتو حاولوا يا شباب عملوا الجليتش اول ما ينزل كحد اقصى اربع ساعات من نزول الجليتش فما بعرف صاحب الماب ليش هيك مستعجل على الجليتشات يا اخي هدي هدي واحدة واحدة الموم شباب عشان نفعلكم الجليتشات اكس بي طالب منكم خدمة عشان سر انا اصنع المابات لو رحتوا كتبتوا بمربع البحث اي واحد تسعة ولعبتوا بمابي لمدة معينة مثلا هيك بيتفعل الاكس بي على طول انا نضفط الاكس بي بدون جليتش طبعا ولكن خلينا اول شي مفعل الاكس بي وبعد ما يدفع الاكس بي بعملكم تحديث بضف لكم في اه قليتشات بالماب فانتو لعبوا يا اخوان عشان يدفع الاكس بي على طول فهذا اللي يطالبوا منكم عشان هيك كمان لا تنسوا اللايك والاشتراك وتكتبوا كودي في الايتم شب عنكم اي واحد تسعة كمان يا اخوان ويلا خلونا نبدأ بشرح القليتش ايه ما انكتاب القود لا اوكي تمام ومن المعلومية انا بسوي بطولة على هذا الماب اكتر واحد بيجيب كلات حياخد في بوكس فحنزل لكم كمان تفاصيل لانه تم تصفير عداد الكلات فبيدر الحين الكل يشارك واكتر خمس اشخاص هجيبوا المراكز الاولى حعطيهم في بوكس ويلا خلونا نبدأ طبعا تحطوا الكودي يا اخوان الماب اي واحد تسعة واجعت لكم رأسكم بالمقدمة ولكن هذا الشي كان لازم يكون ضروري احكي لكم عنه طيب بعد ما تحطوا هيك حطوا شباب اللعبة خاصة مكشان ممكن يطلعكم نستخرب عليكم وبعدين تحطوا ريدي طيب شباب بعد ما نبدأ كل اللي عليكم تركضوا تطلعوا من هون من عند اللانشباد تمام بعدين تجوا عند الماب هذا اللي بالنص يا اخوان اللي هون زي هيك تحطوا له اه لعب وطبعا متل ما يكون ملاحظين بالماب في علامة اكس بي انا بدياكم تصيروا تفوتوا تلعبوا بمابي عشان علامة الاكس بي تطلع في مابي اول ما تطلع حتصير ما بيعطيكم اكس بي اخوان انا قدمت الطلب لابيك جيمز فبتمنى من كل شخص يفوتوا يلعب بالماب يا اخوان عشان اتفعلكم الاكس بي وما تضطروا تجيب لكم القليشات من الاجانب والاجانب والاشباب بيحبوا الفلوس بشكل مو طبيعي كل ثلاث ثواني بيعمل لكم تحديث لما تشوفوا المقطع على الاقل اذا دي سوي لكم القليشات كل ثلاث اربعة ايام حتى سوي لكم تحديث للماب فيب خلونا نبدأ فانتوا بدي فزعتكم يا شباب عشان نبدأ بدون ما نطور عليكم عارف ان ازعجتكم بهذا الموضوع طبعا كم تعرفوا الماب هادا يا اخوان فنبدأ على السريع بدون ما نطور عليكم الماب هادا يعني اول ما انا نزلت علينا بعد حرفين اربع ساعات الصاحب الماب بغيروه هلا حتى ننزل التحديث الجديد هو اه فالمهم تجيوا لهون تقبسوا الزر يوديكم لهذا العداد متل ماكم شايفين خمس طعش دايقة كاملة طبعا هادا العداد شباب اللي ما يعرف صراحة هو كتير ضروري ليش لانه الاكس بي كل ما انت ظليت في الماب اكثر كل ما عطاك اكس بي اكثر فعشان هيك حطي لكم عداده وبالمرة هو هتارك هادا العداد عشان تعده في الماب عشان هو يكسب فلوس فانا يعني اكيد لما عمل قدشت هحط لكم انتظار بس ولكن مو لها الدرجة خمس طعش دايقة مرة واحدة المهم يلا شباب بس يجي خلاص الوقت برجع لكم وبعد ما انتهي الوقت يا شباب كي عليكم تجي تحطوا الباسبورد التالي اول شي سبعة يا اخوان بعدين تحطوا اتنين اخر شي تلاتة طبعا الباسبورد يتغير كل شوي فازا ما جربت وما زبط معك تجرب لك هيك شي كلمة سرعة شوية ممكن تزبط معك فالنصاح بالماب كل شوي يغير يسوقها فبعد هيك تجي تضغط هون يا اخوان طيب شباب كتغلطان بالباسبورد مدري ليش غلط فيه المهم سبعة اول شي زي ما حكينا بعدين تلاتة اخر شي اتنين وزي ما حكيتكم الباسبورد يتغير كل شوي فبعدين تحط تفعيل نقلك لهم فورا فشوفوا لي على اللي حاخدوا يا اخوان بفترة جدا قصيرة حاليا مئة الف مئة تلاتة وتلاتين الف هاي مئة وستين الف ولسه بالبداية لسه هاي مئة وتمانين الف يا يا اخوان هاي مئتين الف اكس بي يا سلام قداش هنجمع اكس بي ازا هيك فعليان قليتشات شباب يجملكم مياها جدا جدا قوية ولكن عيبها الوحيد انه تتقفل بسرعة فانتو يا اخوان خليكنوا مشتركين بالقناة اكيد ومفعلين الجرس حاولوا عملوا القليتشات اول ما تنزل يا اخوان لا تعملوا القليتش بعد قرن من نزوله فعملوا القليتش اول ما ينزل ومبروك عليكم يعني بتكسبوا كميات اكس بي جدا كبيرة لا تقل عن ميتين الف اكس بي ولو اجت قليلة في النهاية بيحط لكم اشياء تجمعوا منها اكس بي لانه حدكم اليومي هو اربعمية الف اكس بي يا اخوان بعد ما تخلص الحد اليومي ما هي يجيك حبة اكس بي واحدة عشان هيك يا اخوان شوفوا وصلنا لحاليا ميتين وثمانين الف اكس بي وباذن الله انا بحاول كمان سوي لكم في مابي الخاص قليتشات فعشان هيك بديكم تلعبوا الماب وعشان تجمعوا اكس بي زيادة اللي كنت عملوا هيك يا اخوان تقدر جمعوا كميات اسطورية من الاكس بي متل ما لكم شايفين تقريبا لو بدي كمل الاربعمية الف بقدر وصل تقريبا شوفوا كل شوهم يعطيني الف اكس بي طيب حوقف هيك لمدة شي ثلاث اربع دايق اضل اجلت فيهم شوف قداش راح وصل فعليا شباب ما في دايقة وصلت ثلاثمية متل ما لكم شايفين ثلاثمية وخمسة وعشرين الف اكس بي بقدر وصل الاربعمية الف اكس بي بالراحة ولكن ما في داعي لهذا الشي عشان انتوا عارفين نظام قليتشات كيف يشتغل فحاولوا يا شباب عملوا القليتش عسري اول ما ينزل لكم المقطع فيلا شوفكم في ميديوهات وقليتشات قادمة سلام عليكم اشتركوا في القناة